تحية لكم مشاهدين من هنا من العاصمة السورية دمشق نبدأ هذه الحلقة بالتحية للشعب الفلسطيني في كل مكان على هذا الانتصار الذي تحقق وإرادة المقاومة التي تحققت مشاهدين في الجزء الرابع من تقييم أداء التائيرات القومية العربية ضمن قواعد الاشتباك الفكري والسياسي كنا طبعا في الحلقة السابقة قد فتحنا النقاش حول دوري وأداء القوميين العرب في الحرب السورية طبعا نذكر أنه كان هناك ثلاث حلقات سابقة في حلقتين طرحنا كثيرا عن ما يتعلق بهمهم وأداء وتقييم تجربة القوميين والتيارات القومية حلقة السابقة تحدثنا فيها عن سوريا عن الحرب السورية وفي هذه الحلقة مشاهدين أيضا نطرح تساؤلات عن وجود خلفيات فكرية لهذه الحرب وعن تأثيرات نتائجها على مختلف التيارات أيضا نتحدث في هذه الحلقة عن اليمن لماذا نحى بعض القوميين باتجاه اعتبار الحرب قومية عربية ضد تدخل الإيراني وهل هي كذلك فعلا؟ ونسأل في هذه الحلقة عن تقييم ضيوفنا لموقع وأداء وتأثير المؤتمر القومي العربي وعن مدى نجاح المؤتمر القومي الإسلامي نرحب بضيوفنا هنا في الستوديو في دمشق دكتور مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية لحزب البحث دكتور حياك الله أسعد الله مسأك أستاذ معن بشور الأمين العام السابق المؤتمر القومي العربي معنا مباشرة من بيروت والدكتور سيف دعنا أستاذ علم الاجتماع معي مباشرة من شيكاغ وأسعد الله مسأك وما ضيفي العزيزين مساء الخير لك ولضيوفك الكام أبدأ معك دكتور مهدي في غزة اليوم حدث كبير غزة قبل لحظات كانت تحتفل بانتصارها وشاهدنا بطولات شاهدنا شهداء أيضا وعمليات عسكرية وإلى آخر ماذا نقول اليوم من هنا من دمشق للمقاومين في قطاع غزة وللشعب الفلسطيني عموما من دمشق لأن أيضا دمشق تعاني بسبب الصراع العربي الصهيوني والقضية الفلسطينية لذلك تحية لهذا الشعب العظيم الذي هو من أعظم شعوب الأرض لأنه يحارب الشيطان الأكبر يعني كل شعب يحارب الاستعمار هو يحارب دولة أجنبية في النهاية سوف تعود إلى بلدها لكن الشعب الفلسطيني مئة عام هو يواجه الشيطان الأكبر وأكبر مشكلة أن ليس لدى هذا الشعب قيادة فعلا يكون مستواها النضالي متساوي مع نضال الشعب الفلسطيني أنت تعرف أن هناك 16 أو 17 فصيل فلسطيني وهذه أكبر مشكلة لأنه لا توجد وحدة وطنية فلسطينية وإنما يعني بعض الفصائل أخوان مسلمين وبعض الفصائل إسلاميين وقوميين وعلمانيين وماركسيين إلى آخره لكن يبدو أن فلسطين تغيب عن هذه عن هذه القيادات وهذه أكبر مشكلة يعني الفيت كونغ كانوا جبهة واحدة جبهة تحرير جزائر كانت جبهة واحدة إلا أن هذا الشعب أكبر مشكلة لديه أنه ليس لديه قيادة واحدة ورغم ذلك هو العامل الأساسي في النضال من أجل فلسطين وليس الفصائل يعني الشعب يتقدم على قياداته الشعب يتقدم على قياداته فعلا دكتور طبعا يعني هذا يأخذنا لكلام في سوريا قبل كم يوم كان فيه قرار رحب فيه كل الفلسطينيين في سوريا قرار من سيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية بعودة كل اللاجئين الفلسطينيين من سكان مخيم اليارموك إلى المخيم مباشرة نوجه بهذا الموضوع بالتأكيد من حيث المبدأ لا يوجد فرق بين سوري وفلسطيني مقيم على الأرض السورية أنت تعلم أنت تعلم مخيم اليارموك غالبية سكانه من سوريون ومع الفلسطينيين لا يوجد لدينا فلسطيني وأيضا مخيم اليارموك هو واحد كان يعني طبعا قبل الحرب كان واحد من أجمل أحياء دمشق وتقريبا أرقاها الأسواق التجارية فيه والفلسطينيون لهم نفس حقوق السوريين حتى أن لدينا في بعض الأحيان وزراء فلسطينيين ومدراء فلسطينيين وتقريبا يعاملوا حتى أي جملة في القانون السوري تقول السوريون ومن في حكمهم وهم الفلسطينيون المقيمين في سوريا منذ عام 1948 لذلك هذا شيء طبيعي هذا يعني يتعلق بجزء فالأقل بين قوسين من الشعب السوري أعرف دكتور لماذا سألت هذا السؤال سأقول لك لماذا لكن في شيء فني لازم نعمله فخلينا نروح على الدكتور أو الأستاذ معان بشور مباشرة أستاذ معان بشور سنتحدث عن القوميين وهذا موضوع حلقتنا مباشرة بشكل أساسي عفوا لكن أستاذ معان اليوم في حدث كبير مرتبط بأيضا النضال التيارات القومية العربية هذا النضال لاستمر لعقود اليوم أعطى هذا الانتصار رسالة بأن هناك ثمة مقاومة يمكن أن يعتد بها لقلب المعادلة لتغيير لتغيير المزاج يعني أقول على الأقل اليائس لدى كثير من النخبة أو حتى الشعوب العربية يعني لا شك علينا أن نبدأ هذه الحلقة بتوجيه التحية كما تفضل الدكتور مهدي لشعبنا الفلسطيني البطل الذي يثبت في كل مرة أنه قادر على تجاوز كل الامتحانات الصعبة التي يتعرض لها ولكن اليوم لهذا الصمود في غزة ولهذا الانتصار في غزة معنا إضافيا وهو أنه يأتي كردين في آن معا رد عسكري على المحاولات الصهيونية للتسلل وللعدوان ضد شعبنا الفلسطيني وأيضا كرد سياسي على هذه الهرولة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني فهذه المعاكة تثبت لهؤلاء أن خياراتهم هذه فيها تنكر فاضح لحقوق الشعب الفلسطيني ولتضحيات الشعب الفلسطيني ولدماء الشعب الفلسطيني لا بل أثمة اليوم هذا الانتصار ما نقوله دائما أن هناك تحول متواصل لصالح قوى المقاومة في المنطقة وفي العالم وهناك تغير في موازين القوى علينا أن ننتبه له ولعل الفشل الإسرائيلي اليوم هو أحد مظاهر هذا التحول الذي يجب أن يبني عليه الكثيرون فلسطين بالنسبة للقوميين العرب كانت وستبقى القضية المركزية للأمة العربية والمقاومة بالنسبة للقوميين العرب كانت وستبقى الطريق الأسلم والأنجع والأفعل لمواجهة مواجهة يعني اليوم أستاذ معن اسمح لي أسأل هذا السؤال الدكتور سيف دعنا في شكاه دكتور سيف اليوم أو خلال يومين الماضيين يعني منذ الأمس حجم التضامن العربي مع المقاومة الفلسطينية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كان لافت فعلا يعني أحزاب من العراق فصائل في العراق اليمن أيضا في تصريحات رسمية يمنية في كل يعني في نوع من التفاعل العربي هل فعلا اليوم وصل رسالة أو مؤشر على أن الخوف من نظرية أن كل دولة عربية ستنغلق على ذاتها ولن تعنيها قضايا البلدان الأخرى وبالتالي التحول من القوم إلى القطر أو حتى القطر الإنعزالي هل اليوم وصلت رسالة تقول لا أنه عندما تنهض المقاومة عندما تعتدي إسرائيل عندما يكون هناك في تضحيات وبطولات وحدث كالحدث الذي كنا نتابعه طوال هذا النهار تكون الأمور مختلفة الشعوب تتحرك مباشرة تتفاعل مباشرة أولا المساء الخير لك والضيوف الكرام وتحية لشعبنا العظيم في غزة وأنا سأضيف فوق التحية قبلة على يد على كل يد ساهمت في إطلاق صاروخ في الأيام الثلاثة الماضية واليومين الماضيين المقاومة في ثلاثة أيام فقط ثلاثة أيام فقط أثبتت ليس فقط فاعليتها ولكن في المقابل كان لدينا الخيار الآخر وهو خيار المفاوضات الذي أثبت فشله على مدار 25 عاما كنا نحتاج ليومين فقط حتى تثبت المقاومة أن هناك بديل وأن هناك فاعلية وكنا نحتاج ليومين أيضا حتى تثبت المقاومة أن إسرائيل غادرت الآن يمكننا بثقة الحديث أن إسرائيل غادرت قمة منحنى القوة وهي في مرحلة النزول يعني في الأيام السابقة ربما حتى في عام 2011 2012 في المواجهة في عام 2012 كان يمكن الحديث أن إسرائيل وصلت قمة منحنى القوة الآن يمكننا الحديث بثقة أن إسرائيل بدأت تغادر قمة منحنى القوة من خلال طريقة تكشف الأحداث خلال اليومين الماضيين قدرة إسرائيل على الحسم العسكري انتهت هذا الزمن خلفنا الآن المقاومة في حالة صعود والكائن الصهيوني يبدو أنه فعلا يشيخ قدرته على الحسم العسكري انتهت نحن في زمن جديد باعتقادي أو نحن في بداية زمن جديد ما يشير إليه تضامن أننا في الوطن العربي بسبب الأحداث خلال الثماني سنوات الماضية أننا نشهد انقسام في الوطن العربي وهذا الانقسام له مبررات وله أسباب ويمكن تفسير ذلك بوضوح وهو مرتبط بالنزعات العربية والنزعات القومية على كل الأحوال ولكن هناك اصطفاف في قضية فلسطين يبدو أن هناك الاختلاف على فلسطين أقل من الاختلاف على كل القضايا الأخرى هناك تقريبا إجماع على فلسطين ولكن هناك مؤشر الآن أن القوى التي تقف إلى جنب المقاومة في فلسطين وتدعم المقاومة في فلسطين هي قوى هي محور المقاومة ومحور الممانعة تحديدا ولهذا رأينا الأصوات تأتي من سوريا تأتي من لبنان تأتي من العراق تأتي من اليمن كان صوتها أعلى من أي مكان آخر ومن الجزائر أيضا كانت صوتها يأتي أعلى من أي مكان آخر ولكن هذا لا يعني أننا أصوات عالية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولكن على مستوى القوى الحركية أنا أتحدث بمعنى القوى التنظيمات التي أبدأ ليست استعداد فقط للتضامن ولكن أيضا للمشاركة في المعركة ونحن نعرف يعني أن كل صاروخ ربما أطلق خلال اليومين الماضيين هناك بصمة لسوريا وهناك بصمة لحزب الله وهناك علاقة لهم بهذه المقاومة وبالتالي أيضا الشكر يذهب أيضا إلى سوريا التي ساهمت في دعم المقاومة الفلسطينية منذ البداية ويدهب إلى الجمهورية الإسلامية في إيران ويدهب أيضا إلى حزب الله هذه مسألة مهمة سأقف هنا لأنك ذكرت سوريا وهذا ما كنت سأسأل لدكتور مهدي قبل أن نكمل الحديث فيما يتعلق بالتيارات القومية لكن في صلب هذا الموضوع دكتور عندما اندلعت الحرب في سوريا والفوضى التي كانت واستطاعت سوريا بعد ذلك أن تخفف من أثار الهجمة وبالتالي بعد ذلك مقبل الآن على انتصار هي حرب غير مسبوقة في التاريخ لا يوجد مثيل لها أبدا قيل بأن سوريا القوميين في سوريا حزب البعث في سوريا وفلسطين هي قضيته المركزية منذ نشأته سوف ينكفأ باتجاه الداخل القضايا الأساسية الجوهرية الحرب إلى آخره الدمار وبالتالي لن يكون هناك أي التفاتة أو تعاطي مع الشأن الفلسطيني بالشكل السابق أنا أشرت لقرار الرئيس الجمهورية الذي تم الترحيب فيه بشكل كبير فلسطينيا من قبل كافة الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني بعودة طبيعية بالتأكيد ولكن التأكيد عليه بسبب هذه الأسئلة التي تطرح هل ستنكفأ سوريا هل ستنكفأ حزب البعث يعني لو أننا انكفأنا ربما لانتهت الحرب من السنة الأولى يعني جوهر انتصارنا في أننا لم ننكفأ ولم نتخلى عن العروبة وعن القضية القومية لو تخلت سوريا عن العروبة لكان أعداؤها أعلنوا انتصارهم لأن المسألة هي في أن دمشق بقيت المركز الأخير للعروبة طبعا بعد خروج القاهرة واحتلال بغداد أضحت دمشق هي العاصمة الأخيرة وفعلا هم أرادوا أن يخلصوا منها أن تخلصوا من هذه العاصمة لكي يفعلوا ما يشاءون في هذه المنطقة لكن دمشق صمدت وبالتأكيد من نتائج صمودها هو تمسك بالعروبة أكبر لكن تسألني ربما العروبة بمفهوم جديد وليس بالمفهوم الذي كان سائدا قبل يعني الذي كان يميل إلى الرومانسية أنا أقول لك مثلا نحن عنا بحزب البعث في الدستور يرسم كل تنظيم الدولة على أساس أنها الدولة العربية الواحدة إذن هو يرسم مجتمع افتراضي غير موجود حتى كان البعثيون ربما والقوميون العرب وجمال عبد الناصر في نهاية الخمسينات كانوا يتصورون أن الوحدة العربية ستتم في ظرف سنوات قليلة طبعا هذه في الأقل الرومانسية الثورية خرجنا منها الآن نحن ننظر إلى هذه الأمور بمنظار واقعي وأهم ما في هذا المنظار الواقعي أن الوطنية جوهرها العروبة لم تعود الدولة القطرية كشكل كدولة قطرية هي بوجودها معادية للعروبة هكذا كان ينظر البعثيون أن الدولة القطرية كلها شر وأن العروبة أو الوحدة العربية هي الخير لكن هذا لم يعود لأن يجب الآن على البعثيين أن يهيئوا أقطارهم من أجل عمل عربي مشترك يبدو بسبب وجود أنظمة عربية الآن معروف أين اتجاهتها هي أنظمة تابعة للاستعمار الجديد أنه العمل الشعبي يعني أهم شيء هو التوجه نحو العمل الشعبي العربي لأن العروبة لدى الشعب العربي هي معرفة بالفطرة أنا كنت في المغرب وكنت في السعودية وكنت في جميع أنحاء الوطن العربي يعني أنت ربما يستهزئ منك أي إنسان إذا تقول له أنت عربي أم مغربي يعني هو يعتبر نفسه عربي حكما لا شوف نحن كنا ندرس في أوروبا فكانوا طلابنا أصدقائنا طلاب زملائنا يجي يقولون مثلا ماذا اليوم حصل عندكم أين عندنا في سوريا يقولون لا في الجزائر طيب أنا من سوريا يقولون ألستم كلكم عرب يعني هم هم يعترفون بأننا عرب ونحن الآن نبحث عن عن هويات أخرى يعني هوية سايكس بيكو أو أي هويات أخرى ربما فلذلك التوجه جديد أن البعثيين يجب أن يعملوا وطنيا في دولهم القطرية على تهيئة هذه الدول من أجل تمتين الشعور العروفية يعني كافة القوميات حتى في أوروبا لا تبحث عن هويتها أو تحاول تأكيد هويتها بقدر ما تفعل الهوية العربية أو القومية العربية في تأكيد ذاتها وهويتها صحيح إيران تتطور لأنها دولة أمة تركيا دولة أمة العرب ليس لديهم هذا وحتى يمنع عليهم أن يفكروا في هذا أو أن يعملوا من أجل هذا سؤال على الأستاذ معان بشور في ذات السياق أستاذ معان هل الحرب في سوريا التي جرت في سوريا كانت بشكل أساسي أكيد كان في إلها خلفيات فكرية لكن هل كانت هي الأساس الجوهر هي الخلفيات الفكرية للأطراف التي جاءت إلى سوريا بمعنى آخر هل ثمت أشكال هل أخذ هناك شكل من أشكال الصراع بين القوميين والإسلاميين خلال الفترة الماضية في سوريا يعني مما لا شك فيه أن المستهدف في سوريا عبر كل هذه السنوات التي شهدت حربا كونية على هذا البلد العربي العزيز على كل عربي مما لا شك فيه أن الهدف الأساسي هو ضرب آخر معقل للعروبة وللقومية العربية وللفلسطين وما زلنا نعيش أجواء هذا الانتصار في غزة الذي كما قال الدكتور سيف لسوريا بدون شك دور أساسي في التمهيد له وفي التحضير له وقد دفعت ثمنا غاليا بسبب تمسكها بالمقاومة الفلسطينية في وجه كل الضغوطات التي تعرضت لها لذلك الحرب الأساسية على العروبة الحرب على العروبة تأتي من مدارس فكرية مختلفة كان عليها أن تدرك أن اليسار الحقيقي لا يكون يساريا إذا لم يكن مؤمنا بعروبة هذه الأمة وكذلك الإسلام الحقيقي لا يكون مسلما حقيقيا وإسلاميا حقيا إذا لم يكن مؤمنا بعروبة هذه الأمة حين جرى الفصل بين هذه التيارات وبين العروبة كان ممكن أن تجند هذه الجيوش وهؤلاء المرتزقة من أجل ضرب فكرة العروبة ومن أجل إنهاء ركيز الأساسية التي يقوم عليها الدولة السورية والقيادة السورية حزب البعث العربي الاشتراكي منذ النشأ يجب أن نتذكر دائما بعد مؤتمره التأسيسي بأشهر ذهب مناضلون بعثيون للقتال في فلسطين لأنهم كانوا يدركون أن الترجمة العملية لفكرة العروبة التي يرفعونها هي في القتال في فلسطين وأنا أعتقد أيضا أن هذه كان يسمى حزب فلسطين كان يسمى حزب فلسطين في الخمسين في بيه كان يسمى حزب فلسطين تماما ولذلك جرى استهدافه واستهداف سوريا واستهداف كل من حمل هذا اللواء وبالمناسبة أنا كنت أريد أن أقول ذكرتم بعض الدول أو بعض الشعوب العربية أو بعض الجماهير العربية ومنظمات العربية موقفها التضامن مع أهل غزة أنا أتيت اليوم من الجزائر وقد شاركت في احتفالاتي الثورة الجزائرية التي نظمتها حركة البناء الوطني في الاحتفال الذي ضم الألاف كنت ألاحظ حين تذكر كلمة فلسطين تهب القاعة بالتصفيق لفلسطين وهذا قبل معاكة غزة مما يعني أن فلسطين في قلبي وفي ضميري أبناء الأمة كلها وهي العنوان لكن ذكرت مسألة أستاذ معان أريد أن أشير إليها قلت بأنه استهداف سوريا خلال الفترة الماضية كان له خلفيات فكرية وكان يستهدف العروبة بشكل أساسي هل القوة التي استهدفت إذا قلنا إسلاميون على اختلافهم من الإخوان إلى داعش هل الإسلاميون الذين أتوا للقتال في سوريا بالسياسة وبالمعارضة وبالسلاح ليسوا عروبيين يعني كانوا يريدون ضرب العروبة وهم ليسوا عروبيون الحرب في سوريا خلفياتها الأساسية خلفيات استعمارية صهيونية تم تجنيد وتضليل فئات واسعة في مجتمعاتنا العربية وخارجها في خدمة هذا المشروع عبر إثارة نعرات متعددة منها الطائفي ومنها المذهبي يعني الإسلاميون كانوا أداة سمعات الذين شاركوا في هذه الحرب على سوريا كانوا ينفذون مخططات استعمارية صهيونية سواء كانوا يرتدون اللباس الديني أو اللباس اليساري أو اللباس الليبرالي ليس فقط إسلاميون شاركوا في هذه الحرب هناك من كان يدعي اليسار وانخرط فيها وهناك من يدعي الليبرالية وبحجة الديمقراطية انخرط فيها تماما كما بحجة الديمقراطية جرى احتلال العراق كما نذكر هذه كلها أمور تتداخل لكن الحرب الخلفية الأساسية هي خلفية استعمارية صهيونية سمح لي أستاذ معا ضيوفنا أيضا أن نذهب إلى فاصل بعده مباشرة نكمل في هذا الحوار ابقوا معنا تحية من جديد مشاهدينا من هنا من العاصمة السورية دمشق في قواعد الاشتباك الفكري والسياسي وفي الجزء الرابع منه الذي نستكمل فيه الحديث عن التيارات القومية العربية والحديث في هذه اللحظة عن سوريا ودكتور سيف دعنا أبدأ معك هذا القسم إذا سلمنا أو إذا أخذنا الجانب الفكري والأيدروجي ربما لما جرى في سوريا في الحرب في المسار كان هناك تيارات إسلامية كما ذكرنا في الحلقة الماضية أو سألت في الحلقة الماضية كانت متضامنة مع بعضها لديها حالة من الدعم وكأنه في مايسترو يحرك هذه التيارات هي مختلفة هي لديها ديولوجياتها المختلفة الوهابية والمتطرفة والإخوانية والآخرين لكنها كلها اجتمعت على فكرة واحدة أو هدف واحدة هو إسقاط النظام في سوريا بينما كما قلنا التيارات القومية كانت منقسمة بعضها خاف بعضها وقف وقف وقاتل مع سوريا سياسيا وفكريا ومنهم عسكريا كمان وفيه قوميين يعني بالنهاية بده يعيش يعني الناس بده تعيش كما يقال لكن في النتائج دكتور سيف في النتائج هل تقاص النتائج وانتصار سوريا أيضا على التيارات السياسية والتيارات الفكرية بمعنى أن انتصار سوريا أيضا يؤثر على التيارات الإسلامية ويؤثر على القوميون سلبا أو إجابا يعني جواب مباشر طبعا بالتأكيد وستكون لانتصار سوريا تبعات على كل القضايا ولكن بودي الإشارة إلى قضية مهمة جدا يعني حين تكون في نفس الخندق وهذا شاهدناه في سوريا ونشاهده الآن في اليمن ونشاهده في أماكن متعددة بغض النظر إن كنت إسلاميا أو غيره أو قوميا حين تكون في نفس الخندق أو حين تجد نفسك في نفس الخندق مع الكيان الصهيوني بمعنى الموقف ومع الولايات المتحدة فآخر مشاكلك هو مدى قوميتك على كل الأحوال وتحديدا إذا لم يدفعوا كذلك لإعادة الاعتبار في موقفك آخر همك أن ينتقد الناس مدى قوميتك أو مدى إسلاميتك في هذه الحالة لأنك أصبحت في خندق الخصم القضية الثانية أننا حين نتحدث عن السياسة السياسة حقيقة هي تبنى على منهج معرفي وهذا المنهج المعرفي بمعنى هو ما يميز ما سميناه في المرة الماضية العروبة من العروبة المضادة وهناك عاملين أساسيين في مفهوم العروبة وتحدثنا عنهم ومن الجيد الإضاءة عليها البعد الأول ولن نتحدث عنه لأننا تحدثنا عنه المرة الماضية هو المضمون الاجتماعي للوحدة ولكن هناك البعد الثاني وهي الرؤية الجيوسياسية الجانب الأهم في الوحدة وهي على كل الأحوال هي بداية التفكير في فكرة الوحدة العربية وفي فكرة العروبة حين قال الرئيس عبد الناصر أن رفح ليست أخر حدودنا كان يرى مصر والأمن القوم المصري وقدرة مصر على أن تكون حرة من خلال نظرية جديدة تأخذ البعد الجيوسياسي بشكل واضح وبالتالي حين ينظر الكائن الصهيوني تحديدا الآن إلى اليمن مثلا ويرى الجغرافية السياسية لليمن هذا يقلقه جدا ولهذا نراه يصطف في نفس الخندق مع السعودية وبالتالي إذا كنت قوميا بهذا المعنى وقوميتك مبنية على منهج معرفي وسياستك أيضا مبنية على منهج معرفي وتنظر إلى اليمن ولا يدفعك الجغرافية السياسية لليمن هذا المعيار الآخر هذا المعيار غاب فعلا أنت أشرت إلى نقطة مهمة كنا نعيشها خلال سنوات الحرب في سوريا الماضية أن هناك مختلف التيارات ليس فقط قوميا مختلف التيارات صفقوا للطائرات الإسرائيلية التي كانت تضرب دمشق وهناك تيارات استجدت الولايات المتحدة تيارات إسلامية وغيرها استجدت الولايات المتحدة بعض القومين برروا لولايات المتحدة الأمريكية التدخل في سوريا يعني فعلا هذا المعيار الذي تشير إليه أنت مع إسرائيل عليك أن تجد عليك أن تسأل نفسك سؤال أين أنا في أي معسكر لتكون أنت في الموقع الصح أو الخطأ هذا المعيار غاب في تلك الفترة بنفس المقدار أنا كفلسطيني أنا أفكر بنفسي كعروبي أولا وأخيرا ولكن بسبب أني ولدت في فلسطين أنا كفلسطيني وتهمني القضية الفلسطينية كقضية العرب المركزية أولا وليس فقط لأني فلسطيني حين أنظر مرة أخرى إلى الخارطة وأرى سوريا وأرى فلسطين يرعبني جدا حين أتخيل من سيحكم سوريا إذا لم يكن هناك نظام عروبي في سوريا مصير فلسطين سيتأثر أو مصير مستقبل القضية الفلسطينية ومصير القضية الفلسطينية سيتأثر كثيرا بهذا المعنى هذا البعد غاب بمعنى أننا رأينا في حالة الانتقال بسبب غياب هذا المنهج المعرفي لدى الكثير من القومي العرب رأينا الانتقال بين العروبة والعروبة المضادة ولهذا كنت دائما أقول أن ميزان الذهب لقياس مدى عروبتك هو موقفك من القضية الفلسطينية ليس بسبب أنني فلسطيني ولكن بسبب ارتباط قضية فلسطين بالمنطق الجغرافي السياسي بكل القضايا التي تحصل في الوطن العربي إذا كان الكيان الصهيوني يهتم بما يحصل في اليمن وأنا 40% من تجارته يمكن أن يتم تعطيلها بناء على من يحكم اليمن إذن علينا أن ننظر أيضا كأعداء للكيان الصهيوني سنتحدث عن يمن حين ننظر إلى سوريا أيضا بنفس المنطق الكيان الصهيوني لم يكن يدعم هذه المجموعات وبعضها نعرف الآن أنهم كانوا يتقاضون رواتب أيضا من الكيان الصهيوني لم يكن يدعمهم إلا لأنه كان ينظر من هذه الزاوية أن من يحكم سوريا طبيعة النظام في سوريا ستؤثر حتما في مصر الأضياء سوف يؤثر على فلسطين وعلى المنطقة ربما ولبنان والعراق طبعا وغيرا دكتور مهدي لدي أسئلة تعلق بسوريا أيضا حتى ننتقل لمحور اليمن سبقنا الدكتور سيف وتحدث عن اليمن لكن في سوريا هل حقيقة أو أن جوهر الحرب والتدمير الذي جرى في سوريا قائم على أن هناك جماعة إسلامية هي جماعة الإخوان المسلمين في سوريا كان مطلوب لها أن تكون بديل على النظام أو تشارك فيها النظام يعني إما أن تشارك هذه الجماعة في الحكم وفي السلطة أو أن يسقط النظام وتكون هي البديل هل فعلا موضوع نتروح إسقاط الدولة السورية بس هذا هو جوهر الصراع لأخوان المسلمين يعني أنت سألت عن الموضوع الفكري هل هو صراع فكري طبعا اسمح لي مدخل هيك بسيط صمود الشعب السوري وتصدي الشعب السوري لهذا الحرب حول الحرب على سوريا من مشكلة ربما بين الاستعمار الجديد والدولة السورية إلى مشكلة عالمية دولية خصوصا بعد انهيار المحاولات الإرهابية للقضاء على سوريا ودخول أمريكا وتركيا مباشرة إلى الأرض السورية تحولت إلى مشكلة دولية لذلك القضية تكاد تكون ليست سياسية وليست فكرية وإنما هي أنتولوجية بالشكل المائي أنها تتعلق بالوجود تتعلق بمستقبل الناس بمستقبل البشرية الآن أنت ترى لنا في العالم ربما صمود سوريا ساعد على تبلور عالمين الآن أو تيارين كبيرين في العالم تيار هو تيار الاستعمار الجديد والهيمنة الذي يريد أن يعيد التاريخ إلى الوراء وتيار جديد فيه روسيا فيه كوريا الديمقراطية فيه إيران فيه فنزويلا وفيه سوريا أيضا لأن سوريا هي مركز استيلاد النظام العالمي الجديد هذا التيار يحاول أن يخلق عالما يعني أكثر توازنا أقرب إلى الإنسانية والبشرية يؤكد استقلال الدول يؤكد قانون الدولي بمبادئه ومقاصده يعني السلام والأمن الدوليين كمقصد للقانون الدولي إذن القضية ليست لا فكرية ولا سياسية القضية قضية وجود وجود هذه البشرية قضية أنتولوجية مئة بالمئة وأنت تلاحظ حتى أن الإديولوجيا ليس لها أي على سبيل المثال لدينا محور نحن في مثلا روسيا وإيران وسوريا وفنزويلا لا يوجد هناك علاقة إديولوجية بين هذه الدول ولكن هو هناك محور من أجل خلاص هذا العالم من الصهيونية ومن الإمبريالية والهيمنة والاستعمار الجديد أو على الأقل الإسهام بالتقدم خطوة جديدة نحو عالم أفضل يعني بالتأكيد ليس هو المدينة الفاضلة لكن وصل الصراع إلى الذروة بسبب سوريا وصل هذا الصراع العالمي إلى الذروة ونحن أمام مشكلة التحول الجديدة القوميون العرب هل يستطيعون مواجهة هذا التحول الجديد؟ هذا سؤال كبير يعني سؤال ما العمل؟ هل يستطيعون؟ أول شيء يجب أن ننقض أنفسنا وأن نعترف بأن كل ما حصل في هذا الوطن العربي عندما أصبحت الدوحة قائدة للعالم العربي أو الرياض وتراجعت دور القاهرة أن هناك أيضا إضافة إلى التدخل الكبير من القوى العالمية الاستعمارية لكن هناك فشل من القوميين العرب يجب أن يواجهوا أن ينتقدوا أنفسهم أين فشلنا؟ هذا لكي نبني مشروعا جديدا يبنى على المشروع الوطني وليس مضاد للمشروع القطري الوطني وإنما يبنى على المشروع الوطني الذي هو مشروع تنمية مشروع عروبة لاحظ العروبة لا تعني فقط أن تعمل من أجل القومية وإنما العروبة تحميك في الداخل في داخل أي قطر تحميك من الانقسامات الأخرى الأثنية والمذهبية لأن العروبة توحد الجميع في القطر فهي ضرورة قطرية أيضا ضرورة وطنية طبعا بالنسبة للإسلاميين والموضوع الذي طرحته يعني طبعا هناك مسلم وهناك إسلامي وهناك إسلاموي لكن خليني أبسط الفكرة حتى تكون واضحة للمشاهدين يعني هناك تصور بأن القوميون في سوريا حزب البعث تحديدا الحاكم في سوريا كان بعد وجود بعض التظاهرات أو الفوضى في بداية الأحداث كان هناك حزب محظور هو حزب الإخوان المسلمين يريد أن يشارك في السلطة القوميون رفضوا ذلك قامت كل الأحزاب الإسلامية بالفتاوى والأعلام والمصاري وإلى آخره وجاءوا بالمقاتلين كله من أجل أن هذا الجزء السوري من تنظيم كبير عالمي لم يسمح له في أن يكون بديلا عن السلطة أو في السلطة سأتحدث لك بصراحة نحن رغم أنه لدينا هنا في قانون الأحزاب نحن لدينا 22 حزب الآن في سوريا في قانون الأحزاب غير مسموح تنظيم أحزاب على مستوى ديني لأنه يجب أن يكون القاعدة أن تكون وطنية المبدأ أن يكون وطني لكن رغم ذلك نحن حاولنا أن نتعامل مع الإخوان المسلمين حتى في السبعينات في بداية السبعينات دعوا إلى الحوار حول الجبهة لكنهم بعد ذلك بسنتين بسبب أن سوريا لم توافق على كام ديفيد حملوا السلاح فتبين حملوا السلاح وقتلوا الكثير من السوريين معروفة يعني القصة معروفة بسبب كام ديفيد طبعا دعموا لأن لو أن سوريا وافقت على كام ديفيد لا كان ربما هم قبلوا بسوريا كما هي يعني هنا المشكلة الأساسية لذلك الإخوان المسلمين سلاح بيد الاستعمار جديد وقديمه ونحن نعلم تاريخ الإخوان المسلمين هذه ناحية الناحية الثانية الإخوان المسلمين ليسوا وطنيون وليسوا وطنيين وهم يعترفوا بذلك المؤسس الإخوان المسلمين كتب أن حسن بن نعم الوطن ليس ليس جغرافيا الوطن عقيدة هم مفهوم أممي أحد قادة الإخوان المسلمين في مصر المعاصرين يكتب الوطن ليس حفن من التراب العفن وإنما هو عقيدة وإيمان وهذا سبب سقوطهم في مصر سقطوا في مصر رغم أن الشعب في مصر مسلم ومتدين لكن عند المصريين الوطن أيضا مهم وهم سقطوا لأنهم ليسوا وطنيين لأنهم هم أمميون هم أمميون على أساس أن العقيدة الإسلامية هي ككينونة سياسية عالمية ولا يهم الوطن يعني الإخواني ممكن يضحي بوطنه بسوريا إذا كان الإسلام سينتصر مثلا لا أدري أين في أفغانستان أو في باكستان أو في أي دولة لأن المشكلة بالنسبة لديه وعد إذن ليس لديهم إيمان بالعروبة ليس لديهم إيمان بالوطن لذلك في سوريا الآن لا يمكن التعامل معهم بالمطلق لأنهم كما قلت وكما أؤكد مرة أخرى سلاح بيت الاستعمار الجديد بعد أن كانوا سلاحا بيت طبعا في مسألة احتكار الإسلام واحتكار العقيدة الإسلامية كمان هذه إشكالية طبعا بالتأكيد بالتأكيد أنا أقول لك أن هناك إسلام سياسي مقاوم أيضا في إيران على سبيل المثال يعني ليس بالضرورة في إسلامين غير متحذبين صحيح كلنا مسلمين كلنا مسلمون أو أكثرنا غالبيتنا مسلمون عندك مثلا في لبنان الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام اتحاد علماء الشام أيضا في دمشق يعني ليس هناك مشكلة مع الإسلام كإسلام بالعكس وإنما مع أحد أنواع الإسلام السياسي المرتهن للاستعمار وهي الحركة الوهابية التكفيرية والإخوان المسلمين أستاذ معان بشور انطلاقا من هذا التوصيف لدكتور مهدي وما جرى في سوريا خلال سبع سنوات هل يمكن القول أن هناك صعوبة في التعايش بين التيارات القومية أو القوميون وتحديدا في سوريا وبين الإسلاميين أو الإسلام السياسي حركات الإسلام السياسي نقول بشكل أساسي بعد كل هذا الذي جرى هل أصبح التعايش مستحيلا يعني أنا أشارك الدكتور مهدي في هذا تمييز بين تنظيمات إسلامية معينة انجرفت في هذه البؤامر الكبرى على سوريا وبين حركات الإسلام السياسي عموما أنا لا أستطيع أن أعتبر حزب الله حزبا معاديا وهو في قلب المعركة ضد العدو الصهيوني وضد هذه المؤامرة وهو حزب يرتكز على الإسلام السياسي لا أستطيع أن أصنف الشيخ البوطي عفوا عفوا أستاذ معا حزب الله ليس إسلام سياسي القرارات حزب الله هو أنه يريد الدولة المدنية الدولة الوطنية في لبنان وليس هو إسلام سياسي هو إسلام مقاوم يعني في الشكل هو مقاومة إسلامية لكنه في الجوهر في الحقيقة مقاومة وطنية عروبية يدافع عن الوطن اللبناني ولا يدافع عن الإسلام لذلك يجب أن نميز لكن في إيران أيضا إسلام سياسي مقاوم تماما إيران إسلام سياسي حزب الله إسلام مقاوم لكن أنا أريد أن لا نعمم الشهيد البوطي أعتقد أنه كان مرجعا إسلاميا وله أتباع في كل البلاد الإسلامية وقد سقط شهيدا أو ارتقى شهيدا لأنه رفض الانخراط في هذه الفتنة وربما ستهدف لأنه رفض الانخراط في هذه الفتنة وكذلك الأمر هناك حركة الجهاد الإسلامي هناك يعني إطارات عديدة يجب أن ننتبه إلى ذلك ونركز هنا على سياسات معينة على تنظيمات معينة أما بالنسبة للتعايش أنا أظن أن سوريا ستؤمن تعايشا بين كل أبنائها كما كان حالها دائما وأعتقد وهنا سألوا قصة حصلت معنا كأمانة عامة للمؤتمر القوم العربي عام 2005 في ظل الهجم على سوريا آنذاك بعد اغتيال الرئيس الحريري في لبنان وفي ظل العزل التي فرضت قررنا أن نعقد اجتماعا في دمشق والتقينا كأمانة عامة مع رئيس بشار الأسد وكان هناك حديث في مجمل الأوضاع بما فيها العلاقة بالإخوان المسلمين يومها أبدى الرئيس بشار الأسد استعدادا لإيجاد حل مع هذه الجماعة وكلف الأمانة العامة بالاتصال وربما كلفها جهات أخرى وقد ارتقينا أنا والدكتور اسماعيل الشطي لكن نحن نسأل اليوم بعد الحرب لأن من حمل السلاح اليوم من حمل السلاح يجب أن يتحمل هي حركات إسلامية هي حركات إسلامية من حمل السلاح وبعضها يتبع الإخوان المسلمين من حمل السلاح ليس فقط هؤلاء من حمل السلاح من انتمع لتيارات فكرية أخرى من حمل السلاح بعضهم ماركسي اتجاه من حمل السلاح بعضهم قومي الاتجاه من حمل السلاح بعض الأحزاب الكردية التي لا تعتبر نفسها لها علاقة بالإسلام من حمل السلاح يحاسب كحامل سلاح ويحاسب على فعله ولا يحاسب على فكره يحاسب على الجرائم التي ارتكبها وأنا أعتقد أن القيادة السورية من الحقيقة أنا كنت أريد أن أروي هذه القصة لأن للتاريخ هذه القصة كلفت أنا والدكتور اسماعيل الشطي وأنا عضوا وما زال عضوا في الأمانة العامة وهو نائب رئيس وزراء سابق في الكويت الاتصال بالإخوان المسلمين والتقينا في عمان وقدموا مطالب معقولة بعد ساعة من انتهاء الاجتماع يخرج تصريح عن المراقب العام بهجوم شديد على سوريا اتصلوا إلى الدكتور الشطي وقال يبدو أن الإخوان غير جاهزين لأي تفاهم أريد أن أقول أن القيادة السورية حسب معلوماتي كانت دائما مستعدة لتحل المشاكل مع كل القوى وأنا أظن أن سوريا الجديدة هي سوريا الحاضنة لكل أبنائها ما عدا الذين تورطوا بالدم السوري الذين يجب أن يحاسبوا ويحاكموا وعلى كل حال هذه المصالحات التي تجري لهم في سوريا هي تأكيد عن رغبة القيادة في سوريا على الخروج من هذه الأزمة ولو أدى ذلك الأمر إلى مصالحات مع من ارتكب جرائم وهذه مسألة جوهرية يجب أن ننتبه إليها ويجب أن نسعى لتأكيد وحدة السوريين في وجه هذه الحرب التي استهدفت كل السوريين من كل التيارات بدون استثناء هدفها تدمير سوريا تدمير الموقف السوري الموقع السوري في مواجهة من يخطط لأداء الأمة طب اسمح لي أخذ رأيي الدكتور سيف أيضا في هذه المسألة يعني بين نوع من من الخوف تعرف دكتور سيف يمكن حضرتك ما بعرف زي متابع أو ممتابع دكتور مهدي يعرف يعني مجرد صدور أو مناقشة في البرلمان مشروع قانون يعطي بعض الصلاحيات لوزارة الأوقاف كان في ردة فعل من الشارع السورية غريبة يعني في نوع من الخوف من التيارات الإسلامية ليس من الإسلام وليس من المسلمين وليس من العقيدة الإسلامية في خوف من الإسلام السياسي والإسلام السياسي المسلح بناء على تجربة سبع سنوات كان فيها في يعني في تمثيل جرى بشكل بشع في جثث جنود سوريين والآخرين يعني نحن نتحدث عن عن تاريخ سبع سنوات ولكنه مؤلم كيف ترى المسألة دكتور سيف بين نوع من النظرة التسامحية التي يمكن أن تبنى عليها سوريا فيما بعد وبين الخوف من هذه التيارات التي أبدت كل هذا الإجرام خلال السنوات الماضية يعني المشروع الإسلامي بالعموم لدى كل التيارات الإسلامية وأنا أستطني ما سميته مرة الإسلام الثوري والإسلام الثوري هو جزء من التيارات الإسلامية التي تدرك مركزية وأهمية اللحظة الإمبريالية وأهمية مركزية اللحظة الاستعمارية بمعنى أن مقاومة الكيان الصهيوني ومقاومة المشاريع الأمريكية في المنطقة هي همهم الأول وهنا ولكن التيارات الإسلامية بالعموم لديهم خلل بنيوي في مشروعهم يعني لا يوجد مشروع بناء دولة المعنى الحديث ممكن في سياق المشروع الإسلامي كما يتم ورغم ولهذا رأينا التيارات الإسلامية منذ جداية هي في أغلب الأحد ورغم ليس فقط في سوريا ورغم في نصف المسلمين كانوا في الخندق المعادي لمشروع الدولة كانوا في الخندق المعادي للمشروع العروبي والمشروع الدولة الأمة وبالتالي مرة أخرى حين تكون في هذا الموقف المعادي أنت تكون في صف العروبة المضادة التي تشير ليس فقط لمنهج معرفي ولكن تشير لمصاب معرفي وحيمنة الإسلاميين في الحقيقة لاحقا هي مؤشر لمصاب معرفي أصاب الأمة تحديدا بعد الانتصال في سوريا أيلول 1961 الانتصال بين سوريا ومصر بدأ التمهيد لمصاب معرفي أصاب طريقة التفكير العروبية وطريقة التفكير الشارع العربي تكللت بالنكسة حينها بدأت انتصار أو هيمنة العروبة المضادة بدأت هيمنة السعودية تحديدا ورؤية السعودية للمنطقة من خلال المنظومة العربية والجامعة العربية وتراجع الهيمنة الناصرية تحديدا بعد رحيل الرئيس عبد الناصر وبعد هزيمة الاسلامية 67 بدأنا نرى هيمنة للإسلاميين وكانوا في الصف السعودي أو في الصف المعادل للقومية العربية أو للمشروع للمشروع العربي منذ البداية مع دول خليج مع السعودية ولاحقا كانت مع الولايات المتحدة بوضوح إذن ما حصل في الشارع العربي أن هيمنة الإسلاميين أصابت الشارع العربي بمصاب معرفي هذا المصاب المعرفي أثر في طريقة رؤية في طريقة رؤية السياسية للمواطن العربي العادي كما قلت مرة أخرى ليس فقط أنه هناك خلل بنيوي كبير في المشروع الإسلامي لا يمكن لأي إسلامي من هذه السيارات الإسلامية أن يطرح لنا ليس فقط مشروع دولة ولكن أن يطرح لنا مشروع اقتصادي أن يطرح لنا مشروع تحرر أن يطرح لنا مشروع تنموي أن يطرح لنا نموذج للدولة الحديثة ترى العالم بالطريقة ترى العالم الحديث كما ترى بمعنى هناك الأدوات الفكرية والنظرية الحديثة التي يتم استخدامها في السياسة وفي دراسة المجتمعات والتاريخ وحتى الواقع هذه غائبة كليا عن الإسلاميين أنا كلنا مسلمين في النهاية ولكن هناك سبب جدي لوجود الجامعات هناك سبب جدي لوجود دوائر علوم السياسة وعلم الاجتماع والاقتصاد بالتالي لو كانت هذه لا ضرورة لها فعلينا أن نغلق كل الجامعات ونستمع لشيخ يفتي في هذه القضايا طيب دكتور سيف واضح دكتور سيف سأتوقف مع فاصل وضيوفي الكرام بعدها نكمل في الجزء الأخير من هذه الحلقة سنتحدث عن اليمن المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي وهناك نقطة مركزية تتعلق بانتقال مركز القرار العربي أشار إليه الدكتور مهدي في بداية الحديث انتقال مركز القرار العربي من دولة من القاهرة إلى الدوحة أو من دول مركزية في العراق مصر وسوريا إلى دول كانت ثانوية مثل السعودية الإمارات وقطر إلى الخليج عموما نتوقف مع فاصل ثم نعود تحييم جديد مشاهدين من هنا من دمشق في الجزء الرابع من تقييم الأداء التيارات القومية العربية وهذا القسم الأخير دكتور مهدي هناك نقطة مركزية تحدثت عنها أنت سريعا تتعلق بانتقال مركز القرار العربي هناك رأيي اليوم يقول أنه انتقال مركز القرار العربي من دول محورية في التاريخ الحديث مثل العراق سوريا مصر إلى الخليج بالتالي تخلص دول الخليج من عقلة الاستثمار بالبناء والأبراج وإلى آخرية وبدأ يستثمر الآن في السياسة وعلى كل السياسيين في العالم العربي والدول أن تعمل حساباتها لفترة طويلة أن هؤلاء أو هذه الدول سوف يكون لها القرار العربي في فترة مقبلة سواء ذهب ذلك بالأمة سلبا أو إجابا بالتأكيد سوف أتكلم عن هذا فقط اسمح لي تصحيح معلومة في 2004 و2005 كان هناك اتصالات مع الإخوان المسلمين لكن كأفراد وليس كحزب أو كمجموعة سياسية لأن هذا يخالف النظام السوري أن يكون هناك حزب أو مجموعة على أساس ديني وطبعا هذا كل وهم علقوا معارضتهم أيضا في الـ 2010 طبعا ببيان رسم صحيح ولكن طبعا هذا الموضوع انتهى مع الإخوان المسلمين لكن حول بما أنك ذكرت هناك في سوريا الآن محاولة لإعادة إحياء ما يسمى ذكرت عن وزارة الأوقاف لإعادة إحياء ما يسمى بالإسلام الشامي أو إسلام بلاد الشام وهو الإسلام الذي كان سائدا في هذه البلاد قبل البترو دولار وسيطرة البترو دولار الوهابي على الإسلام طبعا عبر الأموال أنت تعلم الآن مثلا فقط أريد أن أقول أن هناك توجه مثلا أنا مشروع وزارة الأوقاف فقط بعض العنوين عن خطب الجمعة المقررة في وزارة الأوقاف عنوينها بعض العنوين لن أذكر قوة الإرادة في بناء الوطن الإسلام دين الوسطية والحب لأول مرة يذكر الإسلام كدين حب دائما يعني الداعي الإسلامي يجب أن يكون متجهم وتعزيز قيم التسامح في المجتمع التفاؤل والأمل أدب الاختلاف مع الآخرين هذه خطب جمعة فن الحوار والاختلاف العنف ضد المرأة استعادة التوازن النفسي وتكيف الإيجابي دور الشباب في الحياة فقط هذه عينة لهذا الإسلام الجديد الذي هو الإسلام الحقيقي الإسلام المحمدي البعيد عن المذاهب الذي نحاول إعادة بناءه بسوريا بعد بالنسبة أن في سوريا انتهى عصر البيترو دولار والتأثير البيترو دولار على الدعوة الدينية في سوريا لذلك القانون الجديد هو ينظم الدعوة الدينية في سوريا ويجعلها تحت سلطة وزارة الأوقاف بعيدا عن تدخلات البيترو دولار المحاول هذا حول هذا الموضوع أما حول ما سألت عن اتقال مركز القرار الى الخليج هناك سببان أساسيا السبب الأول هو أن السبب الأول هو طبعا الدعم التدخل الاستعمار الجديد القوي خصوصا بعد حرب السبعة وستين وبعد حرب الثلاثة وسبعين وظهور البيترو دولار والقوة المالية للسعودية الهائلة التي سمحت لها بالتدخل في الشؤون الإسلامية في جميع أنحاء العالم السبب الثاني وهو سبب أساسي هو فشل القوميين العرب يعني عندما تختال مصر عبر كامب ديفيد يعني هل مصر الآن هي مصر عبد الناصر أكيد لا هل العراق الآن هو عراق القومية العربية بقيت سوريا وسوريا بأعجوبة يعني بشكل مدهش استطاعت الصمود صمود أسطوري لأنها وحيدة حتى يعني أقرب الناس إلينا أنت تعلم لا أريد أن أدخل بالتفاصيل ولكن هذا الآن لذلك الآن كيف ممكن استعادة مركز القرار إلى دول القومية العربية في الأقل هذا هو مشروعنا ومشروعنا هو شعبي وهو قوي يعني أنا مع الاحترام لتفاؤل الدكتور سيف والأستاذ معا لكن المشروع صعب جدا ولا مجال للتفاؤل ولكن بالعكس هناك يجب أن يكون ما يسمى بالقلق الإيجابي للوضع العربي السيء أن ننطلق من القلق الإيجابي القلق الذي لا يدفعنا إلى الاستسلام وإنما إلى التقدم في إطار جديد بأسلوب جديد انتباه كل شعب على تنمية قطره على تنمية بلده لأن البلد الفقير المتخلف لا يستطيع أن يقدم للعروبة شيئا وأنت ترى أن الدول التي لديها أموال هي التي بدأت تسيطر على هذه الساحة العربية لذلك يجب النظر إلى التنمية على أساس أن التنمية هي مفهوم قومي عروبي وليس فقط مفهوم قطري مفهوم قومي عروبي لأن وأنت تعلم أننا لا تأشعر يعني دكتور الاتفاة للتنمية وللاقتصاد داخل بلدان وللديمقراطية وللحرية ليس انعزالا لا ليس انعزالا بالعكس بناء سوريا أو بناء أي قطر عربي سوف يقربه من التكامل العربي بالضرورة لأنه ستكون هناك مصلحة وليس حق طبيعي فقط وإنما حق وضعي مصلحة لهذا القطر أن يتكامل مع غيره من الأقطار القريبة إليه العربية لأن الآن نحن نعيش في عصر الأمم الكبرى وفي عصر التكتلات الكبرى عندما تنمو تضطر للتكامل مع الآخر وهناك ما يسمى بوفورات في التنمية ووفورات تؤمنها ووفورات في الاقتصاد يعني تؤمنها اللغة الواحدة العادات الواحدة التقاليد الواحدة القرب الجغرافي وهذه كلها عوامل تنموية للقطر باتجاه محيطه العربي هذه النظرة الجديدة لا أن ننظر على أننا أو أن نحلم أننا لا نفعل شيء حتى تتم الوحدة العربية دائما كان القوميون يؤجلون كل شيء حتى تتم الوحدة العربية حتى يضحون بالداخل خطيئة خطيئة كبيرة حتى لدى البعث في سوريا ولدى الكل أنه في الداخل فلينتظر فليصبر المهم أن نتقدم باتجاه الوحدة العربية وهذا كان خطأ كبير يعني فصل الداخل عن الخارج أو عن فصل الموضوع القطري الوطني عن الموضوع القومي الآن في سوريا توجه أساسي في حزب البعث وفي أحزاب الجبهة وربما في في الرأي العام السوري أن التوجه الحقيقي نحو العروبة هو التنمية هو الديمقراطية هو الحرية لماذا؟ لأن بناء الدولة الحديثة بناء الدولة الحديثة مدنية بما أن الناس العاديين بالفطرة عروبيين فلنعطهم القرار فسيكون قرار عروبي حتما هي مشكلة ابتعاد الأنظمة عن الناس في أي بلد عربي النظام يبتعد عن الناس لا يوجد هناك ديمقراطيات حقيقية وليس فقط شكلية مجرد شوية انتخابات ولكن بمعنى أن المجتمع المدني يجب أن يشارك يعبر عن ذاته لأن هذا المجتمع المدني والمجتمع الأهلي في أي قطر عربي هو عروبي حكما حكما دكتور وهذا هو المشروع المقبل وهذا هو المشروع وموجوده الآن ونضع ونحن وضعنا منطلقات فكرية تركز على هذا الموضوع أنه ليس هناك تناقض بين الوطنية والقومية بالعكس العروبة هي جوهر الوطنية مع الاعتبار أن العروبة ليس انتماء عرقي ولا عنصري ولا شوفيني هو حالة ثقافية تاريخية وعيوية تشكل لجميع وفي سوريا هذا الوعي العروبي موجود أنا فقط معلومة أعطيك الرئيس الراحل حافظ الأسد هو أول رئيس في سوريا من أصول عروبية من أصل عربي يعني في الأقل عرقي عربي كل الرؤساء قبله لم يكونوا من أصول عربية إما تركمان أو أكراد أو شركز حتى كل الرؤساء منذ الاستقلال ولا أريد أن أعدد الدليل أن هناك في سوريا فعلا العروبة تفهم وكانوا عروبيين العروبة تفهم ليس على أساس انتماء عرقي وإنما انتماء حضاري ثقافي وهو أهم من الانتماء العرقي تسمح لي دكتور ننتقل إلى اليمن مع الأستاذ معان بشور فيما يتعلق باليمن قبل أن تنتهي الحلقة الأستاذ معان اليمن أيضا في مقاربة قاربها بعض القوميين سواء تيارات أو أفراد يعني التنظيم الوحدة والشعبي الناصري في اليمن أيضا حزب البعث في العراق يعني كان في مقاربة بأنه الحرب السعودية على اليمن هي حرب عربية أو حرب عروبية تخوضها المملكة العربية السعودية ضد التمدد الصفوي الإيراني وهذه الأوصاف كلها بمعنى كيف تنظر أستاذ معان إلى هذه المقاربة لماذا وقف القوميون مع السعودية تحديدا الناصريين في اليمن يعني الذين كل عقود من الأدبيات والوثائق والخطابات والشعارات تتحدث عن دور السعودية في تدمير الأمة وتدمير اليمن وإلى آخرين وفي نهاية المطاف تقف مع السعودية وتقول هذه الحرب قومية يعني أولا هذا السؤال يوجه للذين اعتبروا هذه الحرب حرب قومية المؤتمر القومي العربي والقوميون العرب الأصيلون الأوفياء لمبادئهم والأوفياء لجمال عبد الناصر والأوفياء لنضالات البعث وكل الحركة القومية موقفهم واضح من هذا العدوان منذ اليوم الأول نحن كما قومي العربي سعينا إلى إيجاد حوار بين القوى اليمنية كي لا نفسح في المجال لمثل هذا العدوان الذي يتحمل اليوم عبأه شعب اليمن العظيم الذي رغم كل العدوان يخرجوا من أجل فلسطين بمظاهرات بعشرات ومئات الأولوف أنا أريد أن أقول أن القوميين العرب ليسوا شيئا واحدا وفي كل مرحلة يخرجوا من بين صفوفهم من يكون له قراءات مختلفة عن التيار العام وأنا هنا أود دائما أن ننتبه لهذه القضية أن القوميين العرب في مجملهم ما زالوا يخوضون معركة مستمرة ينجحون حينا ويفشلون حينا هذا الكلام الذي تفضل به الدكتور مهدي حول ربط العروبة بالديمقراطية بالتنمية القطري بالقومي كلها موجودة في المشروع النهضوي العربي الذي أقره مركز دراسات الوحدة العربية منذ سنوات والذي هو على أساسه تشكلت المؤتمرات القومي العربي والقومي الإسلامي وغيره هذا واضح جدا نحن ندرك تماما أن العمل القومي مر بمرحلة كان بها ثغرات وكان بها أخطاء وهنا الفشل ليس مرتبطا بنوع معين من القومي العرب كلنا أخطأنا كلنا ارتكبنا أخطاء أحزابا وأنظمة وأفرادا وبالتالي المراجعة كما تفضل دكتور مهدي ضرورية جدا وأن تكون مراجعة متجردة مراجعة صادقة تنطلق من حقائق الأمور ومن الواقع المعاش للناس ولذلك في مشروع النهضوي العربي كان الدعوة إلى وحدة متدرجة وليس إلى وحدة فورية إلى تكامل متدرج وليس إلى إدراك الطبيعة تكون قطر وعدم تجاوز هذه الطبيعة هناك حقائق تشكلت على مستوى الأقطار لا يمكن تجاهلها لكن نحن كقوميين عرب نسعى من أجل تطوير الواقع القطري باتجاه تكامل قومي يشكل قاعدة للوحدة العربية لكن عندما سألتك أستاذ معنا يعني عن اليمن أنا كنت أطلب تفسيرا حقيقة لا أوجه الكلام لحضرتك قومي عربي لكن أنا كنت أطلب تفسير كيف يكون القوميون في أماكن أو قراءتهم متناقضة يعني هناك تيارات قومية تعتبر حرب السعودية على اليمن هي تضر بالأمة العربية وبالواقع العربي وهي حرب بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعضهم حتى يتحدث عن إسرائيل لكن بالمقابل تكون تيارات ناصرية يمنية قومية مثل حزب البعث في العراق مثلا أو البعثيون في العراق ما تبقى منهم يعتبرون هذه حرب عربية ضد التدخل الإيراني يعني هذه قراءة لقوميين عرب لتيارات قومية عربية لكنها متناقضة في مسار الحركة القومية العربية خرج كثير من صفوف هذه الحركة تذكر أنه حتى في الانفصال وقع على وثيقة الانفصال بعض القيادين في حزب البعث مثلا هل يعني ذلك أن حزب البعث كان مع الانفصال حزب البعث ساهم في إسقاط الانفصال وقامت ثورة آذار وإلى آخره لذلك أنا أتمنى أن لا نركز على هذه الجزئيات من نظام جمال عبد الناصر خرج أنور السادات هل نتحمل جمال عبد الناصر مسؤولية ما فعله أنور السادات وكذلك الأمر في سوريا وفي العراق وفي غيرها كان يخرج دائما من صفوف الحزب ومن صفوف الحركة القومية أشخاص يختارون طريقا آخر لكن السؤال حزب قومي كبير كحزب البعث العربي الاشتراكي وعلى رأسه رئيس بشار الأسد ما هو موقفه من الحرب في اليمن؟ طيب ليش هذا هو موقف القومي العرب؟ ليش المؤتمر القومي مش موقف القومي العرب؟ ليش بدنا ناخد فروع هنا وهناك؟ إما بسبب مصالح صغيرة وإما بسبب عصبيات صغيرة اندفعت في مواقف خاطئة نحن علينا أن نركز على التيار الرئيسي على المجرى الرئيسي للتيار القومي العربي هذا المجرى الرئيسي رغم كل ما يتعرض له كما قلت في حلقة سابقة من حصار على كل المستويات وعلينا أن نعترف بذلك هناك حصار على هذا المجرى الرئيسي لأن هناك خوف حقيقي من إعادة ولادة تيار قومي عربي على مستوى المنطقة له ركائزه كما هو الحال في سوريا وكما هو الحال في المقاوة في لبنان وفلسطين هذه ركائز لهذا التيار لذلك هناك محاولة لضرب هذا التيار في إطار ضرب هذه الركائز وضرب هذه الركائز من أجل ضرب هذا التيار لذلك أتمنى أن لا نحاكم تيارا كبيرا بفعل خروج بعض أعضاء هذا التيار المحسوبين عليه كما هو الحال في الكثير من المواقع الأخرى يخرجوا من كل الأحزاب من كل الأنظمة منشقون منحرفون تولوا مراكز قيادية ومع ذلك نحرفوا ونجرفوا في الخط آخر تسمح لي نسأل الدكتور سيف أيضا عن هذه القراءة الخط العام الدكتور سيف للقوميين الخط العام الغالبية العظمى للقوميين العرب هي ضد الحرب على اليمن الحرب السعودية على اليمن ولكن هناك من له قراءة مختلفة هؤلاء فروع لا يجب تحميل القومية العربية والقوميين العرب مسؤولية ذلك يعني صحيح هي ضواهر اتفقلة مع الأستاذ مع أن الظواهر غريبة يعني أن يكون حزب البعث مثلا في العراق أو البعثين في العراق مع السعودية ضد اليمن أو حتى الناصريين بكل أذبياتهم السابقة لكن المهم الخط العام المهم أن موقف القوميين العرب هو موقف واضح في هذا الشأن يعني أستاذ كمال أنت لا تحتاج أن تكون قوميا ناصريا أو بعثيا حتى تعارض قصف الأطفال وتجويعهم وتدمير اليمن لا تحتاج أن تكون قوميا حتى ترفض ذلك تحتاج أن تكون إنسانا بالحد الأدنى ولا تحتاج أن تكون قوميا لتعرف أن الحرب الدائرة على اليمن وفي سوريا أيضا ليست حول موضوع الديمقراطية يعني من لا يزال يظن أن القضية هي مشكلة هي قضية هو صراع على الديمقراطية أو على الشرعية كما يسمى في اليمن فيعني يبدو أن هؤلاء إما يضحكون على أنفسهم أو يستغبون الناس يعني هناك محاولة لاستحمار البشر حين نرى بعض الأشخاص لا يزالون يصرون الحديث عن أن الصراع هنا في اليمن على الشرعية أو في سوريا على موضوع الديمقراطية أو غيره ولكن أنا أود الحديث بقضية مهمة جدا وهي أنه كان لدينا على الدوام مشكلة بنيوية في تشكل الجماعة العربية وبالتالي منذ البداية كل هذه المظاهر التي نراها الآن ورأيناها في السابق من تحولات ومواقف غريبة لقومين عرب هي مرتبطة بمشاكل بنيوية اعترضت الحالة العربية اعترضت تشكل الجماعة العربية تشكل الجماعة العربية كأمة كأمة أقصد في الحالة الأولى أنه في عام 1948 تحديدا نتحدث عن النكبة هنا تعرضت العملية التاريخية لتشكل الجماعة العربية لضربة قاسية والضربة قاسية باختصار شديد أنهما بعد الحرب العالمية الثانية كانت الأمم تتشكل والأول أمم عمليا هي عمليات تاريخية تتشكل عبر عمليات تاريخية وتنشئ دولة الأمة أو الدولة الحديثة في هذه اللحظة بالذات التي كان على العرب أن يشكل الأمة أو يقوم بتحويل الأمة إلى دولة أمة حصلت النكبة وفصلت الوطن العربي وفصلت سوريا عن مصر تحديدا وكانت هذه الكارثة بمعنى أنه تم قطع في عملية تشكل الجماعة العربية بسبب النكبة ثم جاء الرئيس عبد الناصر وحاول أن يبني كما قال بالحرف من مقدرات الحاضر محاولة لبناء الأمة بغض النظر أو بمعزل عن هذه القطيعة التاريخية القطع بين الماضي والحاضر والمستقبل في هذا التواصل هذا السياق التاريخي حاول الرئيس عبد الناصر أن يبني ولكن كانت قضية هناك أيضا مرافقة ما بعد نهاية الاستعمار وبداية تشكل الأقطار العربية لم يكن يوجد في التشكيلة الاجتماعية العربية طبقة برجوازية بالمعنى الغربي والأوروبي تستطيع أن تقود عمليات التحول الاقتصادي النمو والسياسي والديمقراطي ولهذا كان ضروري وهذا ما لا يعرف الكثيرون مما يجادلون ضد الجيش العربية كان ضروري أن تقوم الجيش العربية بقيادة هذه المرحلة وهذا ما فعله عبد الناصر تحديدا وحزب البعث وغيرهم أن يقودوا هذه المرحلة وأن يؤسسوا للصعود هذه الطبقة ولكن في الفترة التي كانت هذه الطبقة تصعد أو تتشكل مرة أخرى تعرضت التشكيلة الاجتماعية العربية لضربة قاسية مرة أخرى في النكسة في 1967 وكانت تستهدف ليست فقط الرئيس عبد الناصر أو منظومة الرئيس عبد الناصر تحديدا ولكن كانت تستهدف روح وجوهر التشكيلة الاجتماعية العربية التي كانت يمكن أن تعطينا طبقة وشريحة كاملة تقود هذا التحول التاريخي الذي تم قطعه أولا بالنكبة ثم تم قطعه لاحقا في النكسة أو في هزيمة 67 إذن الإشكالية بنيوية أساسا أنا أعرف أنه يمكننا أن نتحدث عن أشخاص وعن مواقف وعن المخلوف في اليمن وعن الناصريين في اليمن وموقفهم المسيء جدا للقومية وللعروبة وحتى لليمن ولأشخاصهم ولكن القضية الأساسية باعتقادي أن تشكل الجماعة العربية هناك إشكالية بنيوية اعترضت تشكل الجماعة العربية منذ البداية ولهذا علينا التفكير في إصلاحها بأشكال مختلفة أنا لا يهمني الأداء النظرية التي يتم التفكير بها تفضل دكتور سيف توقف عن موضوع لابد من مراجعة أو التفكير في الأداء أنطلق منها لسؤال ختامي دكتور مهدي دخل الله يتعلق بما جرى في العالم العربي خلال السنوات الماضية سؤال ختامي لكل السلسل ولهذه الحلقة ما جرى في العالم العربي هز مفاهيم كثيرة تستدعي من كل التيارات إجراء مراجعتها بناء على نتائج ما جرى صحيح والتوجه نحو المستقبل بقلق إيجابي وليس بتفاؤل ليس له أي شيء في الواقع فقط أريد أن أنهي حول مؤتمر القوي العربي في دور جمال عبد الناصر الذي عقد في بيروت في تموز الماضي للأسف دعية إليه بعض ما يسمى بالمعارضين السوريين من مجموعة الرياض وهم بالتأكيد ليسوا قميون عرب ما زالوا من مجموعة الرياض لكن البيان الختامي كان جيد أنا لدي هنا البيان الختامي كان جيد معلومة أخرى في نيسان 2014 يعني عندما كان الوضع في سوريا صعب جدا التقى الرئيس الأسد عدد كبير من الدعاة من الداعيات السوريات والعلماء الدين السوريين لقاء شهير وتحدث معهم حول إعادة إحياء الإسلام إسلام بلاد الشام المتسامح وقد قام الإخوان في حركة النضال الوطني التونسي في تونس تحية للشعب التونسي بطباعة الكلمة كلمة الرئيس الأسد وتوزيعها على جميع أعضاء الحركة إضافة إلى الجبهة الشعبية لدعم المقاومة في تونس نعم هذه طباعة تونسية هذا إصدار تونسي نعم إصدار تونسي حركة النضال الوطني وهنا على الغلاف الأخير سوريا الله حاميها وهنا كلمة الرئيس الأسد خلال لقاء السادة العلماء وخطباء المساجد والداعيات في عام 2014 طيب دكتور أختم معك يعني هذا توجه فعلا قومي جديد لقى صدى في تونس وهو يلقى الآن صدى أيضا في بعض الدول العربية ونحن هنا نتلقى في دمشق دائما طلبات للقدوم إلى دمشق وتنظيم حركة قومية عربية جديدة تبنى على انتصار سوريا وبالتالي انتصار القضية العربية شاهدت دكتور شاهدت خلال وجودي هنا في دمشق عمل دقوب فيما يتعلق بتجديد الحزب حاليا حزب البحر صحيح صحيح هناك وثائق يعني يبدأ حلقة لحالة صحيح صحيح هناك وثائق في إطار المجلس القومي الذي هو ورث القيادة القومية المركزية المجلس القومي الذي هو مجلس تشاوري يجمع جميع القيادات القيادات البعث في الدول العربية ومنطلقات فكرية جديدة وقواعد تنظيمية عامة جديدة وميثاق قومي جديد على أساس وحدة الفكر واستقلالية التنظيمات لكي تتصرف سياسيا بما يلزم لساحاتها القطرية لا أن تلتزم بقرار قطري من دمشق لأن هذا عاقة تقدم حزب البعث في الوطن العربي هذه هي النظرة الجديدة للتنظيم القومي سنتابع هذه التغييرات عندما تعلن عندما تعلن وبعدها قد يكون لنا لقاء آخر يتحدث عن هذا التجديد وهذا التحديث في بنية وفي أفكار الحزب حتى الأفكار الأساسية تحدث عن منطلقات نظرية أشكرك جزيلا شكر منطلقات فكرية منطلقات فكرية دكتور مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي شكرا 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 لك أستاذ معان بشور الأمين العام السابق المؤتمر القومي العربي كنا أيضا سنتحدث عن المؤتمر القومي العربي وأيضا عن المؤتمر القومي الإسلامي ولكن الوقت لم يسعفنا لأسف المؤتمر القومي العربي في تونس في معسكر الشباب دعا إخوان مسلمين ستة إخوان من الإخوان مسلمين وهاجموا سوريا وهاجموا العروبة لأن الإخوان مسلمين لا يمكن أن يكونوا عروبي بدنا نوضح هذا من أفضل الكبير للقوم بسرعة أستاذ معني باقتصار شديد أولا العضو المعارض الذي حضر المؤتمر القومي هو عضو في المؤتمر القومي منذ تأسيسه وهو وريس الدكتور جمال أتاسي الذي كان من مؤسسي المؤتمر وهو حين جاء إلى هذا المؤتمر هو تعبير عن شعور مجموعة الرياض لكن أتى من دمشق يا أستاذ أنت تعرف أتى من دمشق ونحن عنا بالمؤتمر حرية لكن شو توجه المؤتمر تفضلت وذكرت أن البيانة كان جيدا وواضحا أما حادثة تونس ربما تكون المعلومات مغلوطة مخيم الشباب القومي العربي عمره 30 سنة كان يلتقي فيه شباب الأمة من كل مكان وأن يأتي إسلاميون إلى مخيم الشباب القومي العربي هذه قوة لفكرتنا أخوان مسلمين أخوان مسلمين ما كان فيه أخوان مسلمين فيه إسلاميين مظلوط تحتاج إلى حلقة ثانية وهنا بالضبط أريد أن أنبه أخ كبير ومناضر قدير ومفكر مهم الأخ مهدي أن أقول كلمي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبعوا على ما فعلتم نادمين هناك تحريد على المؤتمر القومي العربي في دمشق رغم أن المؤتمر القومي العربي في كل المحطات التي تعرضت فيها سوريا لأزمات كان موجودا إلى جانب سوريا وهذا واجبه شكرا جزيلا لك هذا فقط نقد من حبنا للمؤتمر القومي العربي طبعا أدرك ذلك وتوضيح من حبنا لسوريا وخلصنا على علاقة سوريا بكل سيف دعنا أستاذ علم الاجتماع أيضا من شيكاغ وشكرا جزيلا لك مشاهدينا انتهت الحلقة أشكر كل فريق العمل هنا في دمشق وأيضا في بيروت إلى اللقاء اشتركوا في القناة